ايها الاحلال العرب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انبارح مصر كلها مسلمين ومسيحيين عاشوا مأساة انسانية المصريين طول الليل حقيقة طول الليل وهم بيتابعوا دموع الاباء والامهات والابناء على زويهم من ضحايا كنسة ابو السفين في مبابا ولعل يمكن اكبر مشهد مأساوي هو المشهد بتاع فقد ام وولادها التلاتة وجدة الصورة اهي دول يا حضرات مبارح زي ما كتب اخوانا المسيحيين سفروا الى السماء الاربعة دول انا وانا بشوف الصورة دي مبارح حمدت ربنا ان الام ماتت بصراحة لانه انت متخيل تلات ورود زي دول يموتوا ومهم تعيش هذه مأساة عائلة تانية غير العائلة المنكوبة دي فقدت ستة من افرادها في حريق الكنيسة اعلام عبدالفتاح السيسي كان مهمته الحقيقة الوحيدة هي انه يطلع الحكومة زي الفل وان الاسعاف وصلت بعد تلات دقايق وان الدفاع المدني او الحماية المدنية وصلت كمان قبل الحريقة من الساعة يعني كان دا اهم كل اعلام السيسي الفاجعة جبيرة جدا كل التعازي لاهالي الضحايا دوله انما ايه بقى اللي جرى بالزبط بعد ما عدى اكتر من 14-15 ساعة الحادثة دا اللي بدأنا نعرفه والناس تعرفه ويتبادلوا الناس تفاصيله على السوشال ميديا احدث التفاصيل دي عن الحريق انه وقع بعد ما النور اتقطع عن الكنيسة واضطروا المسؤولين عن الكنيسة انهم يستعينوا بجنريتور او مولد كهربائي ونشرت الصحف صورة المولد الكهربائي دا اللي تسبب في الحريق اللي هو دا 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 صدى البلد صورة المولد الكهربائي المتسبب في حريق ابو سفين وده ايضا اللي رصدته المصر اليوم في كلامها مع الشهود عن الجنريتور اللي تسبب في الحلقة نشوف كده القص نحوم جميل قال نفس الكلام تقريبا ووضح انه سبب الحريق وقال قصة المولد الكهربائي في الفيديو دا زي ما كلام الابب النحوم قال انه النور قطع شغاله الجنريتور رجع النور فحصل ماس لكن تفاصيل اكتر بدأت الناس تنشرها على السوشال ميديا منها شهادة محمد الشاب محمد نفسه طلع في فيديو وحكى هو شاف ايه بالضبط فخلينا نشوف محمد ومحمد دا واحد من اسماء مبارح اللي حاولت تنقذ الاطفال حد ما جاي يشير رجل مليان شوية فاتكسرت رجله على السلم فمحمد دلوقت في المستشف بعد قصة او بعد ظهور الجنريتور بدأ يظهر حاجة تانية في التفاصيل القصة ان كان فيه باب مصفح حديد مقفول على الاطفال دي بدأ يظهر انه احد الاباء الكهنة او يعني المسؤولين وهو بيصلي بيهم الدخان بدأ يخش قاعة الصلاة وبدأوا الاطفال يكحوا ويهووا على نفسهم وبدأت الناس تشتكي لكن الاب واصل صلاته خنا ناخد واحدة واحدة كده البوست دا بيتكلم على لحظة بداية الدخان البوست بيتكلم صاحبه على ان الاسيس كان بيصلي والدخان بدأ يدخل القاعة البوست دا لا لا سيباك من دين حسين البوست هاتلي البوست الله يخليك البوست بتاع الاب اللي كان بيصلي والدخان بدأ يدخل على الشباب البوست يا جماعة مش دا مش عماد الدين حسين البوست بتاع الأب اللي كان بيصلي يعني هو بيصلي بدأ الدخان يدخل على الأطفال وبدأوا يكوحوا وهم بيكوحوا وهم بيديقوا الدخان بدأ يملى القاعة كلها الأب كمان واصل صلاته أنا ما قلتش ده من عندي لكن كتب ده أحد الشباب المسيحيين كتبوا على البوست أن الأب تعامل مع القصة كده أهو لا مش الفيديو برضو ما هو فيه مشكلة عندك يا علي لا سيبك من الفيديو خلينا في البوست بتاع ده مكسوف من نفسي مبارح كتبت بوست كنت فخور أن أبونا المتنيح عبد المسيح بخيط رعي كنيسة أبو سفين في مبابة اتوفى وهو بينقذ أولاده ورعيته حتى آخر نفس في حياته واستشهدت بالآية الراعي الصالح يبزل نفسه عن الخراف كنت فخور به لأني شخصيا محتاجي النوع ده من الكهنة محتاج الخادم البازل المتفاني من أجل الشعب اليوم صحيت على فيديو كارسي للصلاة القداس أثناء حريق الكنيسة ويظهر فيه أبونا بيصلي في الهيكل أو في الهيكل وفيه دخان كسيف بيدخل الهيكل لحد الدنيا ما تضلم خالص من كسافة الدخان والشمامسة بيتململه وفي الكاميرا التانية واضح أفراد شعب الكنيسة اللي بيكح واللي بيهوي لأنه مش عارف يتنفس كل ده وأبونا مستمر في إكمال القداس الفيديو مدته عشان بس أنا تهت مني أقل من دقيقة وفيه احتمالين الاحتمال الأول بعد مرور الدقيقة دي المفروض تكشفه الكاميرات أنه لما الدخان زاد بالشكل ده أبونا صرف الشعب وجري ينقذ أولاده زي ما سمعنا أو اتكتب عن بطولته أو كتبت عن بطولته ببص مبارا الاحتمال التاني أن أبونا كمل القداس لحد ما تخنأ هو والمعلم وبعض الشمامسة وقعوا ميتين وليتبقى كارثة شارك فيها أبونا لو ده اللي حصل يبقى أبونا المتنيح شارك في قتل أولاده بدل ما ينقذهم تركه ابن الموت عشان يكمل الزبيحة ونسي إن الله طلب رحمة لا زبيحة ما رحمش أولاده وهو متخيل إنه كده بيعمل الصح وإن ده الإيمان الصحيح الزبيحة لحياة الإنسان وليس لموته المسيح الزبيحة ضحى بنفسه من أجل الإنسان مش العكس يا أبونا لا يا أبونا انت غلط الزبيحة المقدسة على المسبح مش هيحصل لها حاجة لو تركتها مكانها وجريت تنقذ أولادك كان ناقص بس الجسد والدم من على المسبح يصرخوا وسط الدخان ويقولك روح انقذ أولادك وانقذ نفسك الغريبة إن اسم الفيديو أمناء حتى المنتهى وللأسف لو كان ده اللي حصل يبقى ما فيش ريحة الأمانة معرفش هو حاطة الفيديو على البتاع ده ولأ لكن أهو إلى المنتهى ده ده الصورة دي شهادة شخص مسيحي كان كتب بوست عن الفداء والبازل اللي عمله القص عبد المسيح اللي كان بيصلي وقتها واللي واضح إنه هو شاف فيديو إنه أثناء الصلاة بدأت الدخان تخش قوي وبدأت الأطفال تكح والدنيا تضلم والشمامسة ماتوا والأب مكمل صلاته ده ده البوست ناس كتير هجمته وقالتك انت بتهاجم ليه أبونا عبد المسيح إلى آخر لكن في بوست تاني بدأ نفس الشخص يتكلم على الباب المصفح أهو لا يوسف رسلان شاب ساكن قدام الكنيسة المحترقة وبيعتبر هو وخاله أول من اكتشف الحريقة شهادة يوسف أثرت عندي تساؤلات غريبة يوسف بيقول إنه كسر قفل الباب الحديد اللي في الشارع عشان يعرف يدخل الكنيسة السؤال هنا إزاي وليه باب الكنيسة الحديد الخارجي مقفول وهل مقفول بقفل من الخارج ولا يوسف خانه التعبير ده سؤال لازم أعضاء النيابة يعرفه جابته لأنه أول مرة شوف كنيسة بتقفل على المصليين وكمان يوم الحد يوسف لما طلع الكنيسة في الدراب عشان ينقص صفلين شافهم قريبين من شباك وجد النار شديدة فنزل الدور التالي تدور على مياه ويقول إنه كسر باب خشبي لقوضة وتفاجئ إن فيها عدد كبير من أطفال الفاتصانين على حد تعبيره ليه الباب مقفول على الأطفال لدرجة إن الشاهد كسروا عشان يعرف يفتحوا ده السؤال تاني لازم النيابة تعرف جابته الدور الأخير أو السطوح كان مقفول بباب مصفح فشل الشاهد إنه يكسروا ويوصل للطفلين أخيرا يوسف بيقول إنهم كانوا بيشتموا متلقي بلاغات المطافي لأنهم بتأخروا لأن الناس بدأت ترمي نفسها من الأدوار العليا غروبا من النار يريد حد يفاهمني ليه كل الأبواب مقفولة دي وليه مقفولة أدي الفيديو بتاع الدخان نشوفه الفيديو بتاع الدخان اللي كان بيتكلم عليه الشخص ده نفسه اللي كان يعني هيبعثه دلوقتي لكن ده نفس الشخص محمد بقى اللي كان بطل في القصة دي أو واحد من أبطال القصة دي مبارح له فيديو بيحكي فيه عن اللي هو شافه بعينيه واللي محدش بقى بيحكيله ده هو اللي بيحكي في المستشفى هنشوف فيديو محمد كده يا علي بعد إذنك أو ده محمد اللي شارك مبارح مع أبطال كتير جدا في إنقاذ اللي قدروا عليه من أطفال أو من رجاله أو غيره يعني لكن الفيديو اللي كانوا بيتكلموا عنه بتاع الصلاة ممكن نشوفه دلوقتي كده واضح إن الدخان الحقيقة وصل لمرحلة صعبة بدأت ناس تتململ وناس تدخل وتخرج لكن لحد فترة كان الأستيس بيكمل صلاة على أي حال هو فيه إهمال إهمال أنا قلته مبارح في حلقة مبارح وهعيده تاني دلوقتي اللي ما شافش حلقة مبارح لأي سبب أنا قلت مبارح بالنص الأماكن الخدمية بيبقالها أكواد السينمات المساجد الكنايس المسارح أي مكان بيضم مجموعات كبيرة من البشر في حتة واحدة في وقت واحد بيبقاله مواصفات معمارية وأيضا بيبقاله أكواد حتى في الشبابيك بتاعته كود معمارية وأيضا بيبقاله حاجة في الأمن الصناعي حتى اشتراطات التكييفات اللي هو بيبقى الضك الكبير اللي بيعدي ده ما معيش مجرد تكييف محطوط على شباك وكتير أنا دخلت مساجد في مصر وقلت نفس الكلام إن المساجد أبوابها ديقة لو حصلت كرسة الناس دي هتقتل بعضها عشان تخرج نفس القصة في السينمات للأسف الإهمال كان واضح أنه بطر رئيسي في مبارح ما ينفعش ما ينفعش أي مكان يتحمل تجمع الشعبي من غير ما نكون متأكدين من مواصفات الأمان بتاعته موجودة ولا وده بقى دور الدولة والمحليات والحي أنا قلت الكلام ده في حلقة مبارح وارجعوا لحلقة مبارح لكن نفس الكلام تقريبا قالوا عمال الدين حسين قالوا النهاردة في مقال عن الشروق وكتب كده حريق كنيسة المونيرة مفجع وندفع ثمن الفوضى العالمة في البناء العشوائي عمال حسين حقيقة وده كلام اللي كان نفسي أسمعه مبارح لكن للأسف للأسف الناس اهتمت بأنها تدفع عن الحكومة وعن الإسعاف إنها ما حدش تكلم حتى رئيس الوزر نفسه هندي مئة ألف جنيه للفقيد وهندي خمسين ألف لكن ما اعترفش بإنه هناك تقصير في البناء بالشكل ده هنا عمال الدين حسين بيقول في المقال ده نفس الكلام اللي أنا قلته مبارح لكن كمان بيقول وأشاد هو عمال الدين حسين في لقاءه مع لابن عسل أشاد بموقف الأزهر الخاص برسالة وفد لتقديم العزاء ودعم رمز الأسر الضحايا معقباً عمال الدين حسين خليها فولس كريم بقى أن البعض لوهلة لم يستبعد شبهة العمل الإرهابي خصوصاً أن اليوم و14 أغسطس لكننا ارتحنا قليلاً للتبوت أن الحادث عرضي بسبب عطل كهربائي في إحدى أجهز التكييف البعض عمال الدين حسين بيقول أن البعض لوهلة لم يستبعد شبهة العمل الإرهابي خصوصاً أن اليوم هو 14 أغسطس يعني يوم فضل ربعة البعض ما استبعدش شبهة عمل إرهابي لأن انبارح كان 14 أغسطس ذكر ربعة السؤال إعلقت ربعة من الموضوع والذي اتهمات بتتقاله خلاص دم أي مصري كل البصريين غالي سواء اللي في ربعة أو اللي في أبوسفين أو 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 السؤال الثاني الأهم عمال حسين بيقول هنا أن البعض لم يستبعد شبهة عمل إرهابي خصوصاً أن اليوم هو 14 أغسطس هو السؤال بقى مين يا عمال البضع البعض ده مين يا أستاذ عمال الدين حسين البعض هل تقصد بالبعض ده رجل الأعمال نجيب سويرس أصل سويرس كتب تغريدة ولعت مواقع التواصل الاجتماعي والحقيقة أني وكالات الأنباء نقلت عنه التغريدة بتقوله لم أريد لم أريد هو هي هي لم أريد لأنها مجزوم أنت بس اتعلم العربي هي لم أريد مش لم أريد أنا ما معا علينا الرجل يعني في نجبة لم أريد أن أكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل حادث لأننا في صعيد مصر نقبل العزاء قبل أن نعرف التفاصيل وأن نعرف الفاعل الله هو المنتقم وهو الذي سيأتي بحق الضحايا عزائي لمصر كلها بكل المسلمين والمسيحين لأن كل من يعبد الله حزين حضرتك الأستاذ سويرس بيقول لك مش هكتب تعزية إحنا في الصعيد ما بنعزيش من غير ما نعرف التفاصيل وأن نعرف الفاعل الله فاعل أصدق إيه بقى يا أخي سويرس أنت من البعض بتقع عمد حسين اللي قال البعض اعتقد أو لم يستبعد شبه يتعامل جنائي إرهابي خاصة وأن اليوم هو 14 أغسطس هل تقصد أن الحريق ده بفعل فاعل وأن حضرتك مش هتاخد العزة غلما يتعرف الفاعل حقيقي يعني كلامك ده أن الحريق مدبر كلامك العايم ده الماسخ ده على رأي الصعيدة ممكن يصير فتنة كبيرة جدا وعلى ذكرة ما فيش أدل عليه أصلا لكن السؤال هل سويرس يعرف حاجة عمر أديب ما يعرفهاش اسمع عمر أديب إيه على سويرس اسمع ده بقى أمر قبل كده أعماد لازم تسأل سؤال تاني سويرس ما عندوش معلومات أنا هقولك سويرس بيفكر ازاي لكن هو السؤال إيه صفة سويرس عشان يعرف معلومات محدش يعرفها لما أعماد ابنهم ابن أجهزة المخابرات العامة والحربية السعودية والمصرية ما يعرفش إيه صفة سويرس عشان هو يعرف وعمر ما يعرفش وبعدين السؤال الأهم هو ليه بيكلم سويرس بصغة الجموع يعني هاتي تويتر تاني كده بيكلم بصغة الجمع مش بيكلم بصفة الشخصية سيبك من لم أرد أن أكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل لأننا في صعيد مصر لا نقبل قبل أن نعرف وأن نعرف الفاعل الله هو المنتقم إيه بقى الجموع مش دي بلد فيها قانون وحكومة وجامع وكنيسة ولا إيه إيه الصفة الدستورية للأخ سويرس زي ما كتب الكاتب الكبير سليم عزوز وقال الكلام ده سليم عزوز طصه كده قالك نجيب سويرس عن حالس الكنيسة لن نقبل العزاء حتى نعرف الفاعل المصدر للمصر اليوم ما هي الصفة الدستورية لنجيب سويرس مواطنون أم رعاية ثم إيه جملة لن نقبل العزاء اللي هو مين حرف النون ده كلام خطير جدا ممكن يؤلي على البلد والحقيقة هو فيه تقليل من سلطات البلد اللي سويرس وأمثاله صدعونا بالكلام عنها من عينة احترام القضاء والتحقيقات مش بس سليم عزوز لكن مشاهير كتير انتقدوا كلام سويرس وطريقته زي حسن هيكل ابن الأستاذ محمد حسن هيكل اللي رد عليه وكتب تغريدة قاله فيها اطلع بتغريدة هيكل كلام نجيب نقبل العزاء كلام غير مسؤول وخطر إنه هنا تعود على مين والصفة لو الصفة مسيحي فهو مصري وإلا لو توفى واحد مسلم ما يبقاش طرف طبعا ده بالإضافة لأنه فيه جهة اختصاص لا علاقة لها بدين المتوفى تابعة للدولة وليس لكنيسة أو لجامع لا فضة فوك يا أخ حسن دي طريقة في الرد على سويرس استخدمها كمان عمر أديب وسليم عزوز وحسن هيك إنما فيه طريقة تانية باللغة اللي يفهمها سويرس لغة الفلوس ودي اللي تكلم بيها الدكتور جمال شعبان المدير الأسبق لمعهد القلب وقال له محمد صلاح اتبرع بتالتة مليون أنت اتبرعت بكام يا عندزة خليك في مهرجان الجونة ومدرسة الرأس الشرقي ومطلب المهرجانات ده لاش تهيج وتأيجي الفتنة عايز تعرف من الفاعل أنت الفاعل حقيقي بإحمالك للعمل خيري وعدم رعاية البسطاء والفقراء في العشويات ورعايتك فقط المهرجانات محمد صلاح اتبرع بتالتة مليون لشعادة كنيسة أنت اتبرعت بكام عزائل كل مصريين معادة أبواق الفتنة اللي مش عايزين يقبلوا العزب ناس تانية انتخدت كتير كلام سويرة سوء اعتبرته إشعال للفتنة حتى أن البعض تراجع بعد ما عمل لايك والله هشوفت مسيحيين محترمين جدا عملوا لايك وشير بس بعد ما يبال لهم أن الموضوع فعلا هو عبارة عن عشوائية واعتماد عشوائي على الجنريتور وكده سحبوا ولغوا تويتاتهم دي مسيحيين كتير ردوا على نجيب صويرس واتهموه بأشعال الفتنة هو نجيب صويرس قاعد عن نت عشان يعمل فتنة إحنا لقباط لو في شك أنه عمل إرهابي أو مقصودة كنا كلنا هنطلب حقهم مش هنسكن حد يفاهمه أن الكنيسة في مكان شعبي وبتخدم فئة هو ما يعرفهاش أو ما يعرفش عنهم حاجة ناس بسيطة وإمكانياتها وأجهزتها على قدهم مش غرقانين في الملايين لما النور قطع كميل القداس بمولد كهرابي على قد حال ده سبب الحريق انزل بدل ما تصرف فلوسك على مهرجانات العك اخدم الغلابة ده كلام رائع جدا يا عمي ما تقبلش إحنا بنقبل اسكت بقى هو أي هبد وهري وخلاص اسكت يا عم انت رجل بتاع مهرجانات وحفلات ما لك إنت ومالنا يا عمي ركز إننا بس في القرف اللي بتعمله واسبنا احنا شعب مع بعض يواسي بعضه غلابة يعني بمعنى الصح ونعرف نطبطب على بعض وقت الشدة مش نقصة هي العملية توليع وفتنة تكييف عمل ماس في الدور التالت خير بقى مين اللي طلع الدور التالت وولع في التكييف سمايدر مان اسكت بقى كفاية أنا مسيحية وبقولك انت واللي زيك تعبته عصابنا مش كده سيبونا في حالنا نظرية المؤامرة دي مش في كل المواقف وفي مواقف بتحصل بترتيب من ربنا هو عايز كده نبقى نقفل بقنا ونقول لتكن ما شقتك يا رب بدل ما تهز نفسك وتبعد حد يرمي من الكنيسة قاعد من بعيد تولع الدنيا ربنا يرحمنا يا كلام عائل جدا كلام نجيب صدرس الحقيقة غريب جدا ويدفع للتساؤل هو ليه رجل لأعمال اللي دايما بيثير الجدل بتصرحاته ويقول كلام زي دا في عيز الكارثة دي والناس قلوبها موجوعة ومحروقة على الضحايا طالما ناس كتير بتنتقد صويرس وكلامه اللي هيولع فتنة يبقى فيه غرض في التغريدة دي وهنا السؤال هل صويرس بيلعب بورقة عشان يوظف ربعة عشان يكمل ابتزاز في الدولة تب يبتز الدولة في ايه هل صويرس بيستطفل مع العكرة وبيخاطب الغرب عشان يقولهم إلحقون احنا كمسئين طالع عنينا في مصر تبا يستفيد ايه انا اقولك بقى بمعرفتي لسويرس وانا اعرفه بيني وبينه موقف كبير انا اقولك بقى مستألتني اقولك بقى الاخ سويرس الحقيقة بيستطفل مع العكرة الاخ سويرس بيتاجر بدماء الضحايا من المسيحيين الاخ سويرس ما يموش هابونة عبد المسيح اللي راح فيها اذا كان بطل او مش بطل سويرس بيستغل اي حاجة عشان يستطفل مع العكرة اخدها مني وانت مغمض ده انا بقى بحكي لك على موقف بيني وبينه وينكروا ويبقى كداب لو انكروا لان فيه شهود على الموقف ده انما هديك بقى شهود على الموقف اللي حاصل دلوقتي الحقيقة ان اخي سويرس واقع في قضية دراهب بسبعة ونص مليار جنيه القضية دي من ايام الرئيس مورسي بس ما كانتش بسبعة كانت بداكتر من سبعة لما الرئيس مورسي جاء الدكتور عبدالله شحاته ربنا يفك اسره قلب على رجال اعمال دوله وطلع سويرس عليه حاجة بتاعت اربعتاشر مليار جنيه درايب نتيجة صفقة لافارج بتاعت الاسمانت وقصة منهم اربعتاشر مليار درايب سويرس قعد ينفخ في تلاتين ستة ويوزع فلوس ويعمل بلاك بلوك ويوزع ويدفع وعمل بقى حزب وعمل حاجات وكانت قناة وقتها كانت شغالة زي النار هب نجحت الخطة ونجح الانقلاب وجاء تلاتين ستة جم الجماعة بتلاتين ستة ويقول لك هاي سويرس انا مش عايزين الضرب بتاعتك واللي دفعت ونرجعه لك لحد ما جاء له السفاح ايوة طلع له السفاح الوحش التمساح عبد الفتاح حسين خالي السيس السيسي بقى موجوع او من الاغنية على قلبه قد كده كل ما يشوف غني بقعيز فلوسه الفلوس هو بيقول كده الفلوس 800 مليار عايز اليب الفلوس ده فعله سويرس وده فعله غيره لكن في القوينة الاخيرة السويرس بدأ ينشف قيله شوية السيسي مزنوق وبيحب الفلوس وعايز الفلوس نعمل ايه بقى ندور لسويرس في الدفاتي القديمة الاخ سويرس بقى قلو له انت عليك سبعة مليار تعالي يا معلم انت عليك قضية بسبعة مليار جنيه سويرس دقم القصة دي وهيواجه قضية فعل السويرس الحقيقة هيلبس القضية ويدفع السبعة مليار يا خبار بيقيت كتير علي اقوي السبعة مليار كتير بس السيسي عايزهم اذا السؤال هنا بقى هل سويرس بيحاول يستغل حادثة كنية موسفقين عشان يزايد ويسوم الدولة في قضيته اللي قدام بحاكم المفروض بكرة تقريبا والنهاردة تتنظر ويتصنف انها اكبر قضية في تاريخ مجلس الدولة من ساعة رعونش غدا اورسكم امام قضاء القضاء غدا من شركة سويرس مطالبة بدفع سبعة مليار جنيه ده رائب ما القصة اربعتاشر اغسطس المعلم بقى واضح انه هو لبسها لبسها وزعلان طبعا حددت الدائرة ستة وعشرين ضرائب بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المسجر سيد هندو الى اخره النظر في الطعن الضريب المقام من وزير المالية بطلب الزام المعانس نجيب سويرس بصفته رئيس مجلس داري شركة اورسكم بسداد مبلغ سبعة ونص مليار جنيه قيمة الضرائب المستحقة على الصفقة التي ابرمتها الشركة مع شركة لافارج الفرنسية سنة 2007 بقيمة تجوزت سبعين مليار جنيه وكانت اصل المبلغ 14 مليار ده ايام ريفتوا لي سويلي اسكن بيدفع هيد القصة جماعة انا هنا مش بدافع عن التأصير ولا بدافع عن العشوائية واهمال الدولة بداية من اشتراطات البنى مرورا بتأخر الاسعاف والمطاف اللي راحت للناس زي ما بيقولوا اصحاب الدم نفسهم من غير ما حد يزايد عليهم ولا حد حد يتجرب بضحاياهم دول او دي الازمة الحقيقة انما ما يجي السويرس بقى يضرب فرقعات على السوشيال ميديا ويزرع فتنة عشان يساوم عليها في قضية الدرائب بتاعته هو ما دفعش قرش واحد لأسر الضحايا حقيقة ان التغريدة بتاعت السويرس تنقلتها وكالات الانباء زي ما هو عايز هو عارف انه هو راجل مؤثر جدا وطبعا حاجة جامدة مشهد حريقة كنيسة بوسفين في مبابا مبارح كان مؤلم حقي لكن وسط المشاهد الاليمة دي لقينا شباب ابطال زي محمد اللي ورنالكو الفيديو بتاعه من شوية اختحموا النار وغمروا بقى مرحم وتصابوا عشان ينقذوا الاطفال وستات المحاصرين جوا الكنيسة ولا قالوا دول مسلمين ولا مسيحيين انه شفنا محمد لكن فيه ثاني غير محمد فيه ناس كتير في الشارع مسلمين ومسيحيين اتصابوا في القصة دي اتصابوا في الحريقة دي واحدة من مميزات الشعب المصري محدش يقدر ينكرها ابدا انه بيقف جنب بعضه في الشدايط ولا ما بيجي وقت صعب ما بيعرفش يفرق ما بين مسيحي ومسلم مين مسيحي ومين مسلم فما تخلوش حد يزايد عليكم دي لعبة الاستعمار لعبة على المصريين كتير جدا الاستعمار كان بيلعب دايما على المصريين لعبة مسيحي ومسلم وده اللي قردت عليه صورة 19 بعظمة الاسيس طلع منبر الازر خطب عليه والشيخ خطب في الكنيسة وطلعت الشعار الكبير قوي عاش الهلال مع الصليم عشان ادركوا وقتها ان الاستعمار بيلعب على فكرة ان انا جاي انصر المسيحيين على المسلمين ما تخلوش سوير يسيلعب نفس اللعبة يلعب بالنار ويشعل فتنة طائفية عشان هو عنده قضية درايب ما صدروش ازماتكم للشعب الناس فيها اللي مكفيها ازمتكم الحقيقية مع العشوائية مع اوضاع كنايس ومساجد بالشكل ده الغريبة ان الهيال الاندسية طلعت انبارح بالليل ترمم الكنيسة دي على نفس حالها بنفس الشارع الديق بنفس البنى اللي هي عليه دا حوله ولا قوة الا بالله عشان يتحكوا على المسيحيين فراحوا على طول نصب السقلات على نفس الشارع في نفس البنى في نفس الحارة الديقة دي وكأنهم عايزين يقول مسيحيين ما تزعلوش بقى خلاص احنا عملنا لكم مسيح الكنيسة هي اوضاع الكنيس والمساجد في مصر صعبة جدا وفي النهاية في الوقت ده هو راح يبني اكبر كنيسة واكبر مسجد بس للأسف في الصحراء شكرا